انا بعرف انه ميرنا متجوزي على الورق بس ومتل ما حليت مشاكلي رحل مشكلتها وهي مشكلتي الكبيرة ميرنا غالي علي كتير وما بدي اياها تتأزم بغار عليها حتى من عيون ما عملنا شي حتى تخجل منه ميرنا ولا حتى العيلي نحن حبينا بعضنا وبتمنى تبارك لنا ميرنا منزوجة حاجة تحكي وتخبص عيب مو وقتا قلتلكن انا اللي رح حلها المشكلة كيف حتحلها؟ رح تدفع لمصطفى مصرياته؟ رح ادفع له كل شي ما رح تبقوا مديونين له بفرنك وخليه يطق طيب موافق طيب ما لكي هداك عنا دمار اللي طلق؟ بيرضى انتو ما تقلقوا انا رح خلي ناسي فوضوا ورح وكل لكل محامي الشركي الظاهر انك من عيلي ميسورة محتى عم تحكي بها الثقة اهلي ماتوا امي فقتة من خمس سنين وبابا مات وقت كنت صغير بس نحن تعرفنا عابوك لا هاد جوز امي متحد قتاش وانت شكديتا طولو لكان مصفالي؟ ايه مع الاسف حطيتها هيك مجبوح طولو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انت خليف هولو؟ ايه؟ شو زاهر شكلكم تعرفوا بعض؟ لا بيشبه واحد بالاسم انسى هه لو تعرفوا قديشرتح لاني حقيت معكم ايه؟ ما أكتر مني كأنه جبل ونزاح نصدري هاهدا وبني شو انتي ما عندك شغل؟ عندي قالوا لي إنه في عندك برج لنقول شركة كبيرة خلينا نروح نزبت البيت قبل ما تعبت عم الدنيا تعرفي أمي أنا كتير مبسط بي هالقرار ما عنا خيارات المجلس هيك قرر أوه شو هالعيلة الديموقراطية يغز العين إذا بتحب منروح على الشركة ومنشرب قهوة كترة المحبة بتولد العداوة بيكفي اليوم اليوم مشغولين بس بعدين رح نجي نشرب قهوتك ما هيك حسان؟ طبعا أكيد رح نجي ممنونك كتير أهلا الله يوافقك كيف ما درت وشك يا ابني الله يقدم لي في الخير شكرا إليك شكرا إليك في القناة شكرا إليك في القناة شكرا إليك في القناة